اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الاعلى نايب الاول لرئيس مجلس الوزراء على تنامي العلاقات البحرينية الفرنسية وما تشهده من تطور على مختلف الاصعدة مشيرا سموه الى ما اسهمت به زيارة عهد البلاد المفدة حفظه الله لفرنسا الصديقة وما رسخته من تعاون مثمر وتنسيق عال في مختلف المجالات جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله بقصر رفع سعادة السيدة سيسيل لونجي سفيرة جمهورية فرنسا الصديقة بمناسبة استلام مهام عملها في المملكة متمني ان سموه للسفيرة التوفيق والنجاح في دفع مسار العلاقات بين البلدين الى مستويات متقدمة بما يحقق الرؤى المشتركة بينهما منويه ان سموه بدور جمهورية فرنسا في دعم السلام والامن في المنطقة ومشاركتها في كافة الجهود الدولية الرامية لمكافحة الارهاب والتطرف وقد استعرض سموه مع سعدة السفيرة لونجي على وضع على الساحتين الاقليمية والدولية خاصة ما يتعلق منها بدعم أسس الاستقرار والسلام والامن في المنطقة والعالم من جانبها شهدت السفيرة الفرنسية بما لمسته من سموه من اهتمام كبير نحو الدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة